اكدت وزارة الاشغال ان التقاطع الجسر المنحدر واحد على شارع الجنبية سجل زيادة في الطاقة الاستيعابية بنسبة 80% في ساعات الذروة نعم وجاءت هذه الزيادة بعد الانتهاء مباشرة من تنفيذ مشروع تطوير التقاطع الذي سهل الحركة المرورية ورفع الطاقة الاستيعابية الى 2200 مركبة في الساعة ضمن الاهداف الاستراتيجية لوزارة الاشغال في توفير البنية التحتية ومواصلة العمل على تحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 تستمر وزارة الاشغال بالمساهمة في تطوير الشوارع الرئيسية التي تسهل وتخفف الحركة المرورية هذا وانتهت وزارة الاشغال مؤخرا من تنفيذ مشروع توسعة تقاطع الجسر العلوي حيث سجل زيادة في الطاقة الاستيعابية بنسبة 80% في ساعة الذروة صراحة مشروع طيب ورائد وخدم طبعا السواق ولطفا من السواق طبعا أخذ الحيطة والحذر والتعاون في الطريق وكذلك احترام قواعد وقوانين المرور والطريق كذلك هذي راح يساهم في الحركة أكثر انسيابية نستبشر خير بأن الحركة صارت انسيابية أكثر صرنا يعني مثلا قبل ننتظر في الزحمة أكثر حين الحمد لله سهلات هاي كبداية مشروع من افتح المنحدر الجريد هذا وأظهر عدد من مستخدمي الطريق انطباعات إيجابية عند مقابلة مركز الأخبار لهم حول مشروع التوسعة وأشادوا بمساهمة تقاطع الجسرة بشكل ملحوظ في تسهيل الحركة المرورية وتغليل زمان الرحلة في الواجد كان صعب لما نروح لشغال نجينا وحين سهلوا علينا واجد فكان واجد الزحم وآخرنا عن أشغالنا يمكن ساعة تقريبا الحين الحركة المرورية كانت أسهل بواجد الحمد لله حين توسعة أفرجت علينا شوي من الضيق اللي كنا نعاني خاصة في خروجنا حق الدوام أو خروجنا حق قضاء حاجاتنا فالحمد لله التوسعة يعني سوت لنا تفرجة حق خروجنا من منطقاتنا ودخولنا بعد جهود حثيثة تبذلها وزارة الأشغال من أجل تطوير شبكة الطرق في كافة المحافظات بمملكة البحرين وخطط مستمرة وأشمل لتطوير شبكة الطرق التي تساهم بشكل إيجابي ومباشر في توفير الوقت على مستخدمي الطريق وتقليل الإزدحامات المرورية وذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي تعنى بتطوير البنية التحتية نقف اليوم عند أحد المشاريع التي تقوم بها وزارة الأشغال والتي تهدف في المقام الأول إلى تسهيل الحركة المرورية وتخفيف الازدحامات بحيث أنها تعد ضمن باقة المشاريع التي ستساهم في إيجاد الحلول المثلى للمواطنين والمقيمين طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرية